تمام يا أسربي والمصحف أنا ما عملتها حاجة أنا بتاعت شوية بخور وحبت حب الشكنات والمنفعوش ما يضروش أنا جاية ليه؟ درها لبنا يا بيه يا وليه يا فصلي أنت إيه مكوك؟ يا باشا أنا حنتومة سأساء بتاعت حنتوش منتوش طربوش منفوش ولو لازمك عمل يكشف لك المجرمين ولا يربط لك اللي مضايقينك ولا يحمل نقلب البيت عليك ولا يحلوهم عنك أنا في الخدمة أنا في الخدمة يا باشا أسعار مغلية متحلمش بيها لو ما سكدتيش مش هتخرجي من هنا يا وليه يا خراسي ولمي نفسك وشوف الباشا عايزك فيه أنا خدمت الحكومة فيه نسوان بتجيلك؟ لا لا يا باشا أنا مليش في السكة دي خارس آه أنا ستة شريفة وبتاعت بركة إنما لو لازمك يا باشا أنا ليه يا حبايب اللي يخدموه يا وليه يا لمي نفسك بدل ما دهالك على وشك فالطبع جلاب يا باشا حانتومة هي كلمة ورد ضغطاها هتتعاوني معانا؟ ولا لا؟ حانتومة سأساءة في خدمة الحكومة تعرف يا عمرودي؟ أنا في حياتي دي محترتش غرب اتنين وإنت أولهم ومين تانيهم؟ خميس فارح حبيبتي العمرطة ما بيحتروش لحد إحنا اللي منحير لما قربت منه وتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك عرفت ساعتها أنت ليه اخترتوا المشروع جوازي؟ كويس قوي أنك لسه فاكرة أن ده مجرد مشروع وأنا محبش أعمل مشاريع تفشل أبدا طبعاً على قل بالنسبالك إلا قولي يا عمرودي إش معنى يعني خميس اللي اخترتوا المشروع جوازي المراتي؟ شوف يا فارح حبيبتي كل ملكة بيختارولها ملكة تجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها وإنت بالنسبالي ملكة هتورسي كل المملكة دي عشان كده أنا اخترت لك خميس عشان عنده نوها وفاهم اللعبة كويس وحيبقى من إيدي جديد لإيدي جديد صحيح فيه فرق في المستوى إنما إحنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى وأنا عارف كويس إنك عمرك ما حتنسي إن ده مجرد مشروع ربنا يا أستر شربية إنت يا أولي ألي اسمك شربية خير يا معلم خير مالك بالزعق كده ليه؟ أنا آسف مش هزعق تاني إنت هتحاسبين يا أولي 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 العافو يا معلم العافو طب أمورني فين ستك شو؟ أنا شفتها خرجة من شوية خرجة راحت فيه؟ ما عرفش يعني إيه ما تعرفيش؟ ما قالتش حاجة يعني إيه ما قالتش حاجة؟ إنت أكيد عارفة ومش عايزة تقولي الله مش هقول لي يا معلم هو سر يعني هي قالتلك ما تقوليش حصل اللي ما حصلش انطقي بقى بدل ما هبب عشك ناضح درى إيه يا بوسنة؟ هو أنت مش قادر على الحمار جاي على الغلبانة دي؟ خش دلوقتي يا شربية يبارك لك يا حاجة يبارك لك يا حاجة؟ ما أنت اللي بتدلعيهم؟ دي غلبانة دي؟ دي مائة متاعت الدبنة بلاش غاغة ملهاش لازمة لما ترجع مراتك ابقى تخانق معها زي ما أنت عايز يا مائة تجيش طب يا راحة فين؟ أصحاب العقل فراحة رجالة آخر زمن ماشي يا شوق ماشي طب صحيح دا ولا أنا باحل؟ سي خميس أقرصني علشان أتأكدني الكلام اللي بيحصل دا كله بصحيبك يا بيت ما أنت شايفة وسبع بعينك وقت أيوة بس مش قادر أصدق إن دي الشقة اللي حعيش فيها مع أفندين يا بيت بقى بطالي هبل بطالي هبل فوقي بقى وصدقيني قلتلك صدقيني وأنت مكنتش مصدقيني دا أنت من ساعة ما أنا دهتلي ست اللي في إيدي كل وجريت حتى بو سنة سبته نايم وخرجت أنت حملت فيها إيه؟ وأنا من ساعة ما شفتك وإنتي مخيشة في نفوخي على آخر مخيشة في نفوخي على آخر لكن أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ كان ناقح علي أويه؟ هو إيه ده يا أخوي؟ ضميري دا تتديله بالجزء؟ حاولت حاولت يا أما دا معه اتباع مكان برضو مرات الخيال دا أنا من ساعة ما شفتك وأنا مش طيقة لمسته على لحم السرير سكاكين سكاكين بتقطع في جدتي القوضة بقت سجني يا سيخانيس إحنا بقى عايزين نعمل إيه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف تخلعي منه نضيف نضيف ونوصر الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف عشان أنا راجل أحب الشغل يبقى نضيف نضيف أحب الشغل يبقى إيه؟ نضيف نضيف ويتقب علينا ربنا سهلة أنت تطلقني منه وتتجوزني أنت وأنا عيش خدامة تحت رجليك هيحصل هيحصل بس أنا أصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا وليه أعداء أيامة وقفين لي زي اللقمة في الزهور أولهم الوقت براءة ابن النوح ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل والدنا نضيف نضيف صح خلص ما توزى عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم وبعدين أنتة يمكتر الرجالة الي توز تخدمك بس ده غشب ده غشب وأنا ماليش في الغشب أنا عندي ترتيب طین وممكن انت بتساعدني فيه وأنا ملكك وبين قذلك هيحصل وأنت على طول مستعجلة كده بالهداوة بالهداوة عشان ناخد دورنا خلاص اقمرني وانا نفس انا عايز مطرة راطل وقت براءة تبقى في احبك وانا مد ايدي والقفاء ويتوب حرينا ربنا ايوه بس انا شجب لك مطرة اه صايا تجيب يا أمنين يا شوووووووووووووووووووووووووووووووو enemy تجيب يا أمنين يا شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحا حانتمك انت ZA bluntarme انت الثادقه Hehehehehehehe يتوب علينا ربنا لا استاذ استانة ايهпод ايه ايضا ايه او الله، استاذ ارصب علي a würdenل ايه bounced rol moon هنقعد نرجع طول الليل يا متر وأنا أخش في المفيد ونخلص روح انت في دلوقتي يا نوفي حاضر وفل بابورك حاضر أستاذ نعم عايز ايه؟ مش أنا اللي عايزي المعلم هو اللي عايزي معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف أروح له فيه؟ تركتي في المصطحة عبل ما جيلك يلا الثلاثة شفاعة على فين يا ست الكل انت مالك انت على فين؟ انت بترعبني ولا ايه؟ ولا برأبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه أنا كنت بقضي مصطحة للمعلم فشفتك قلت اتطمي ممكن عايزة حاجة كده ولا كده؟ لا مش عايزة حاجة أنا كنت بزور واحدة معارفة وخلاص ماشي صريحة ولا راجعة ست موتها؟ تخليك في حالك الحساب يا ابني مش دال انا كنت منتجره منك يا حميس اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمة أنا زيحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه تتمعش بقى فاكتر من كده ده مش طامع يا باشا والله ما طامع ده استرداد حق هبقى كبير ازاي وأنا مش عالف هرد حقي شوف يا خميس اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه لازم يقس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه وخلي بالك إن النوح ابن كار فاهم الشغلة كويس ونفط بولاده وعنده عزوة وعنده رجالة يعني مش سهل طب يا باشا هو مش فيه لمواقص يعني خرفين بتتري�ل الحكومة بس النوح مش واحد منهم ما أنا ما كنتش واحد منهم اعمالها معايا باخetchup جزاته وانت شفت انا عاملت في ايه باشا أنا مش عايز حد يزحمني في السوق مين ده اللي قدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي يتوب علينا ربنا ما تسمعلوش المراد يا خميس العمروتي عايز يكسبك كله ويأمن نفسه سواعي اسمعلو وسواعي ما تسمعلوش حيرتيني حاجة لا حيرتك ولا حاجة يا ابن بطن الصح إنك تسمع للككل وتاخد اللي يفيدك العمروتي عايز يجوزك بنته قلنا وماله ألف مبروك لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك ده اللي ما يلزمناش وكمان عايز أقول لك حاجة السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوية السوق زي المخدة إيه البق ده حلوة كحاجة إياك تكون فهمتني وقاريت اللي في دماغي قاريت 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 بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني بس في ذات نفس تلك الوقت يحطيلي النوح عالخط كده يسخن بوعبع يخوفني بيه عالاساس لو أنا قلت معاة وما سمحتش كلامه يقوله يسخن فتلمى أنا بقى واسك وتقال يبقى لازم تخلص من النوح يا خميس طلب البضاعة يا كبير من المشترية يا دي معلم نوح ما أنا جاي لك أوب مذاكل الراحة الراحة يا متر دي مجرد إجراءات أمنية ايه دي برضو الأصول يا معلم نوح ما قول ناهد على نفسك شوية لأ طالك عرق انتو عايزين مني يا معلمين كل خير مش بهاي شوفا متر انت لو نظفت هدانك وسلكت موخك أخرتها تبقى خير إن شاء الله بس انتو ما تقضعش بادران انت رجل عمري وده اللي بيعجبني فيك عشان كده أنا هخشي في المطلوب ضغري انت تنزامني يا بادران ايش معنى؟ وانت هتستلوح من أولها ولا إيه؟ ما كلام المعلم وضح زي الشمس ما أنا بحاول أفهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم براه ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت تفهمت شمس بلادك تطلع منين؟ انت هتاخد قد ما بتاخد عند أفندينا ثلاثة أربع مرات ومن غير ما نعرف هو كان بيدي لك يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق شفت بقى يا متر احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ يا معلم لو عندك عضية هتل وراها الوقتي وأنا هدرسها أنا لو عندي عضية كنت جيت لك مبتبك بنفسي وكنتش هاجيبك لحد هنا والأمواغزة بالطريقة دي ما تخليك دغر يا معلم زي أنا قلت انت لو لفت الدنيا دي كلها عليك عبر رجلك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي احنا علامة مميزة المعلم النوح والد هو عتف تكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينة من قضية قتل ابن الشهيد بالعكس انت اديتني فرصة ااخد طاره بايدي مش بايدي الحكومة انت عايز يميني بالظبط يا معدل رقى بتأفندينا انت الحيتاء قبل حبل المشنقة المفروض بقى تكمل جميلك تسلم هاني مش هو ده برضو العدل يا متر انا مش قادر افهم انت ازاي ما امن ده راجل زي ده ده كلب افندينه يا حج وعمره ما هيبيعه لازم يبيعه لازم احنا في خطر يا براء ولو اللي في دماغي ما الزبطش كل حاجة حتضيع مننا نيف سفهم انت القلم ايه بالظبط يا معلم ما ترسيني معاك على الحوار والدخلني معاك في الصورة ان حاس ان الباشا حيسلمنا الخميس زي الخطفان وانا مش ناوي ابدا اناول هالو عشان كده لازم نحصل نفسنا قوي 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 طب ما انا قلتلك الكلام ده من بقدر يا حاج انت اللي ما سمعتش كلامي انت عملت ايه في حوار بنتو بنتو ما انا سبتها زي ما انت قلتلي لا معلش رجع لها تاني واستمر بصراحة انا بقيتش فهمك حاجة شوية تقول لي سيبها وشوية تقول لي رجع لها هي ايه الحاجة بالظبط يا نفهم بقى بنتو لي هي الشوك اللي حنحطها بزورو لو بعنا لازم ترجع لها تاني ما استحت عيني يعني ايه ارجع لعدوز بلزين من تاني اوه بس دي متنسكش اللعبة تانية اللعبة ايه؟ رمانة رمانة اه رمانة أيه خشي الي برة هههههههههه قديني خشيطي وけれ لجوم ايه يا تورا؟ مش تريح نفسك شوة يا حبيبتي؟ قدامي موضاعين بنزلهم عشان نصورهم انا عارفة ان لي معاك خالص وده موصل هلو شوفي بقى اللي مدهانات دلوقت يبقى يتعلم ويب واجزيك تركيزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي ما تخافش، أنا تمام وبقيت أقدر أطبق يومين ثلاثة يا السلام، طبقة ما عملكي شوية قاوة تعمليش حاجة، تصدعني وخلاص شكرا يا بابا لا عفو يا بنتي، ربنا هيقويك على أنت بتعمل إيه بصي أنا أقعد برة لما تخلص اللي بتطبعيه، أنا أخدهم منك أتبسهم وأجمعهم يلا قلو، أيوة يا منا، بقولك إيه؟ أنا شكلي تعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي أيوة بتصحصحني، بس أنا مش عايز عاود نفسي عليه دبريني قليلي عمل إيه؟ يعني نص مش هيقصر؟ طيب، ماشي يلا سلام بسمط ليس ذلك ليس ذلك بسبب بعض غلق أعلم المترجم للقناة 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 بيضا شكرا مترجم للقناة وهتنفذي اللي هقولوليك بالحرف الواحد أرمالا أنا فزي بس مش لما أعرف الأول هتعرفي كل حاجة بكرة أعطي عليك الظهر هرسيك على الحوار كله استبينا يا بنت الناس استبينا وحياتك اللي عمل لك في الحتة دي حتة تصومها تبقى يعني استبنوا القط النوم عشان يعني لو جينا في يوم من الأيام وازهقنا منها ولو إننا عمرنا ما حنزهق منها حتى لو الركنة طولت فيها قبل بقى كل ده مش تقوليه لي عملتي ايه السؤال ده على فكرة في إهانة جامد ليا يعني حصل حصل وحصل وحصل وكلها يومين ثلاثة وسرها حيبقى في عبن وساعتها تمدي إيدك بقى وتغرب زي ما انت عايز يعني ملي عيدك يا شوق طب مدي إيدك كده وحطها على قلبي واسمع مزكة حصاب الله اللي شغلها جورا وبتقولك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك سابت سابت ايه دي لسه على المحارة ولسه بادر ياوه على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا يا معلم انا عملتلك الشربة والفرخة بإيدي يوه راح فيه يا معلم يا سيد الناس يا دي النيزة طب والاكل اللي انا عملها ده هيروح فات يا معلم في ايه يا سوريا يا غتي المعلم مش لقياه عملتله الشربة والفرخة وما لقتوش يعني هو اول ما يشد حاله يشدها برا هيكون راح فين يعني تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار مشوار في ايه يا موزة؟ في واحدة عايزك يا ست مطرة واحدة مين دي؟ بتقول اسمها هانتومة هانتومة؟ يا راجل حد يسيب عروس تيوم الصباحية انتبه ان عليك شطابت يا معلم عيب يا باشا ده دهني في العتائي انا بس عادة بمؤغزة جاي لمعليك عشان افهم معنى الكلام اللي معليك قلته كلام ايه؟ انا بقولك كلام كتير يا معلم اه الكلام اللي عن البيت مظبوط يا ماشا شوف ايه معلم انا بديك فرصة تبيرة اوي انك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله وايه داخل ابني الموضوع البيت؟ او مش مقول واحدة زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت انا تعيش في بيت في حارة هذا موازة ماشا انا مش فاهم وايه داخل الحارة الصغيرة او هنا بنتي هتتجوز خميس والبيت ده حيبه دية فراحهم منك يا باش يا جا شوف يا معلم انا بعمل معاك وجه كبير اوي حرجعك سور حرجعك بقوة والبيت ده عربون الوفاء والطاعة ولا انت ليك رأي تاني يا معلم لا يا اخويا تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص سلام عليكم ايوة يا اختي وقالتلك ايه كمان زي ما سمعت يا ست نطرة اول ما شمت ريحة خيانة قلت ابدا لازم اجا اقولك اه حاكم انت خشتي في قلبي وعششت فيه من اول ما شفتك والست دي تبقى ايه مراد خميسة فاندينة لا اه دي مراد خالو لا يا شيخة ايوة وقالها لا يد عليك وبتجري وراه بالحنجل والمانجل عشان تجيب داغو وتوقعو في عتبت امال ايه يا ست نطرة اللي بيجيبها عندي وقالتلك ان خميسة فاندينة عايز مصلحها وعايز اكب بعيني ليها اول ما ديتني ظهرها شدتي العباية وجيت للجرم اه حاكم حنتوما سقساة تحب الخير وملهاش في الشر ابدا تشكري يا اختي وتسلامي كلك زوقي يا حبيبتي بتشكريني على ايه انا طبع كده اعمل الخير ومستناش منه غير عرقي دي حتى عردت علي اربع اضعاف اللي بتدهولي في الحجاب وصد الخدمة دي وانا قلت ابدا مقدرش ابيع الست نطرة ولو بعاشر اضعاف اللي هي بتيدهول اه دى انتوا امك كرم يا اختي و العشر اضعاف دا يطلع عد ايه كلك نظر يا ام المصريين عناية يا حانتومة شاطرة يا حانتومة لو عرفتلي بقى أفندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح أنا خدمت الهرش يا بيه وما لسكك تانية لغيني تلاقيني وطول ما بك عمران في صدري أنا تحت أمر الحكومة والبلد كلها يا ولية مونالك هنديك اللي انت عايزاه ركزي مع الباشا شوف هيقولك إيه أمرك يا باشا تجمعي ما عندك في البيت وتعرف يوم بيقولوا إيه وشوء عاوزة إيه الماترة وأقول ما تعرف تكلميني وأنا عارف أجيبك زعب وأجيبك كل مرة تمام يا باشا أنا هروح بقى أشوف أكل عيشي حنتوش منتوش تربوش منفوش تحب أشوف لك الضالة يلا يا ولية يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره يلا حاضر يا باشا حيني انت قم تجي اسمي يا علي؟ عن تومة تومة يا 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 أحكي ده الدنيا قربت قوي علي بس ساعتك ليه كشفت شوق عند مطرة؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع بمعلومة من الاثنين انت قصدك تضرب العلتين بحجر واحد؟ بالفضل واحدة لو وقت معانا تبقى كملك بتعجيرها من دي؟ الحمدلله على السلامة يا معال فيش هاي ده كل ما لمها تفرط من إيلي يا أخويا لما انت بس الدور الأول قبل ما صابر يا أنا اللي يفرط مني بيت ده وقت الكلام ده أنا فيها اللي مكفيني يا أخويا لما انت فيك حل تخرج مش تاخد بلك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسة؟ ولا هي يعني الكحكة بإيدي الياسيمة عجبة؟ ما تفوريش دم يا بيت ما تفوريش دمي يا بيت أنا عالآخر خلاص يا معلم حقك علي الدكتور قال الحمق مش حلوة علشانك صحتك سالة اللي قال إنكم نسوان فتلم في ليلتك السور اللي حصل لك حقك علي يا معلم والأنا بحبك وبتدلى عليك الله ياJA إيه 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 بيت إيه 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 دوك إيه إيه ميال إيه بيقلك أنا فيه المكفيني إيه بتاع بيتك لا، ما تعمليش كيرا الله، ما لا عمليه يا الله طب عملي مرة كنونك ماذا كده؟ يا بنت سكوتي ما قابلت، أنا مش عامل لاحظ طب ما دنيلة عليك اوبا الله، ما تلعب الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود ألف حمد و ألف شكر لك يا رب ألف حمد و ألف شكر تبتتكلم عني؟ لا، أنا عاصتي كده ما حب مش أشوف الرزق قدامي وما حمدش ربنا، طبعي بقى سيدو شايفوا مجهزين للمزايا، مش كده؟ الحلاوة دي مزاج الخير يا بنت الباشا على فكرة أنا عارفة كل حاجة وعارفة أنت بتشتغل في إيه؟ وأبويا بيعمل إيه؟ بس أنا بقى برمي كل حاجة وردهري بقول أنا مالي عين العقل، عين العقل الباشا ربا ربا عايز الحق، أنا ما عنديش اللي أخاف عليه عندي كل حاجة كده طياري حتى روحي أنا أمي ماتت، هخاف على إيه بقى؟ اه، إيه السواد ده؟ إيه اللي وش الغريب ده؟ أنا معنديش وشة تاني عايش بيه طب بقولك إيه؟ ما تسيديك من حوارات المسطفين دي؟ هم؟ ده عين الكلف اللي خصتنا عايزين ننجز بقى؟ ايه؟ نتجاوز يعني مش قبل ما نتجاوز نتفق الأول؟ نتفق، هاسمعه نتفق هم؟ أنا عندي شوية شروط كده شوية شروط؟ لا، هم ثلاثة عالبركة أنا قلتلك إن أنا برمي كل حاجة ورى دهري بس فيه ثلاث حاجات ما عرفش أسامح فيهم أولهم إنك تتجاوزني صفقة التانية بقى إنك تكذب علي أما الثالثة الفيانة إيه ده؟ ما انت ناصحة هو؟ وعايزك تبقى متأكل إنك لو خنتني أنا إلا هلومك ولا هاعتب عليك عين العقل إنما أخوك لا رب رب يعني وهتسلموله البيت كمان؟ هو ده طاربنك يا معلم هو ده طرحك يا براعة؟ ولا خلاص؟ اللي رح رحوت ناسه ودمه رح حضر الزيالة يا مطرة السيبينة باللي احنا بيه إيه اللي انتو فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهسك كل برجليه وبرطع في كل الشبر فيه وانت وعف متسمر مكانك فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص؟ المصلحة عامت عنينك كل وده مش هيد يا حضر؟ قلت بزيار يا مطرة مطرة مش غلطانة يا معلم مطرة بتقول اللي جوه كله واحد فينا ومش قادر ينطق بتعرينا وصدروا احنا يا حد بتفكرنا بالانسناه اسكت 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 انا عمري بديت اخو كبيرا والعمري ده بنبني حيروح هذا يا مطرة بس كان كل واحد فيكم وصبته فيه اراد وأنا بصدتي 24 وعشرين قريبا كان شابني وبس لا كان طاري وتراعي كان عوكازي وسلدي مش حياليوم ان حدي فيه كو تفكرني بيه ولا انا عمري حانصر عشان حدي يفكرني اطارو اطارو في الابت الاخر لا فاس